طيب في خبر مهم جداً النهاردة للمتحدث باسم الجيش الليبي كان في حوار مع هذا المتحدث اللي وقق أحمد المسماري مع جريدة الشرق الأوسط السعودية قال فيه أنه تم رصد تدريبات جوية تركية لاستهداف مواقع داخل ليبيا وطبعاً ده مش جديد ومش أول مرة وقال أن تركيا بتهدد دايماً باستخدام القوة المفرطة ضد القوات المسلحة الليبية ورصدنا أن في مجموعات من الطائرات عملت محاكاة استهداف مواقع داخل الأراضي الليبية وهذه المناورة كانت في إقليم ترابلوس البحري شاركت بها أربع طائرات مع طائرة تزود بالوقود وقال أن قوات تركيا برية شاركت في هجوم كبير شنته قوات حكومة الوفاء على مدينة طرهونة حكومة الوفاء دي حكومة المفروضة أنها ليبية وعشان كده النهاردة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي أعلن موت اتفاق السخيرات اللي هو كان بيقسم السلطة ما بين الجيش وما بين حكومة الوفاء وطبعا اترفعت قضايا على رئيس حكومة الوفاء ومطلوب دلوقتي جنائيا وموضوع كبير يعني وقال أن احنا موجودين تحت أمر الشعب الليبي لاستكمال مسيرة تطهير ليبيا وعدم التوافق مع أهداف لخونا أو لناس بتلعب من بره ليبيا زي تركيا وغيرها يعني ده المقصود من الكلام وقال في 17 ألف إرهابي ده أنا رجعت تاني للعميد أحمد النسماري المتحدث باسم الجيش الليبي قال أنه في 17 ألف إرهابي جم من سوريا لليبيا وقال أنه الهجوم اللي شاركت فيه قوات برية تركية ده ده كان الحكومة حكومة الوفاء شنت هذا الهجوم على مدينة طرهونة جنوب شرق ترابلوس وكان الهجوم من سبع محاور في عملية شاملة اشترك فيها طائرات مسيارة تركية وقوات برية ترجمة نانسي قنقر